يوسف قساما حتى قلت هتصير على انا عايز اخد وقت فيها لان الموقف هنا برضو بالنسبة لك كان واحد منه ابن الزمالك كان عندك ابن احمد ربنا ورب يوفقه ان شاء الله ويوفق طبعا يوسف ايا كان وجوده في مكان ما ابننا في الاخر ابن طبعا مصر وابن الزمالك يهمنا ان هو يبقى لعيب كويس انشان يجي يخش منطقة مصر رأيه في الموقف الخاص بيوسف وانتقاله في التوقيت ده لنادي البيراملز وفي اقدار اتناد الزمالك بتجميده في التوقيت الحركة والله انا متحفز على ايه ده رأيك في الاتنين انا متحفز على الموقف من ناحيتين من ناحية الانسانية ومن ناحية الاحترافية من ناحية الانسانية ان هو اولا ده ابن النادي ومتربي في النادي وابوه واحد من اولاد النادي ومتربيين في النادي ومن نجوم الفريق وحق ابو طلاط ويدرب الفريق وكان عامل مهم جدا في الفريق اسامة نبيه فمنفعش ان هو يتعامل على المستوى الانساني لان انا لو هعمل اسامة يوسف دلوقتي كده او هعمل اسامة كده فبالتالي انا بدي رسالة لكل الاجيال اللي جاية ان ده انا بص احنا عملنا ايه انا مش هكلم على نادي الزمالك هكلم على بعض الناس المسؤولة داخل نادي الزمالك لان نادي الزمالك اكبر بكتير جدا من الاشخاص فبالتالي انا بكلمش على نادي الزمالك انما بكلم على بعض الناس المسؤولين محترام الكامل اليوم كلهم اصدقاء وانا بقول الكلام ده هنا وهقوله لو تقابلنا هقول نفس الكلام لان في الاخر لازم الولد يقدر جدا كن هو راح على بيراميتس هو حر يعني مفيش مشكلة يعني يعني مش لازم نصدر للناس ان هو خاين وخاين النادي وما محدش قاعد معا الولد محدش تكلم معا محدش قال له تعالى عشان خاطر هي دي النقطة والمشكلة اه مفيش حد قال له تعالى نتعاقد حتى لو فرضا ان بعض الناس قالوا له تعالى ان احنا عشان نقعد نتعاقد والعقد مش مناسب ليه مفيش مشكلة الاختلاف في الرأي اللي يفسد لودة قضية فهيفضل برضو ابن النادي فلازم يعامل بشكل كويس جدا يعني احنا شفنا مثلا ليفر بول لما مش موجود فرمينيو مش موجود كايتا اتكرموا قدام الجمهور كله وسقفوا لهم ودوم هدايا وشكرا ومع السلامة فهو ده الناحي الانسانية يعني لازم يقدر بالعكس احنا نقول له خلاص ربنا وفاقك بس حتى ممكن نقف في الحتة فضل هو طبعا يوسف يعني ابن النادي للزماية حتى الان يوسف مداش لنازل زمالك سنين عنده تعاقد ماشي كابتن ماشي انت تتكلم احترافية لا انا اقول لك حلالك لا لا بس ما حدش قاعد يعني حسب معلوماتي وبعد كده ممكن اه في الوقت ده بس طب يعمل ايه هو يعمل ايه ما هو الولد يعمل ايه ما هو يعمل ايه يعني هو دلوقتي مفروض تجديد تعاقد اللاعبين معايا يتم قبل ان اتهاء العقد ده العقد بتاعه بسنة تمام معايا فبالتالي ما حصلش الكلام ده طب هو هيفضل قاعد على حسب ما سمعت وسمعت من اسامة هو بتكلم انه يقول العقد بتاعه كان التعاقد بتاعه تمانين الف جنيف سنة معايا طيب طب حتى ما حدش تكلم معايا طب الولد لما لعب وزهر وقد يعني وزهر بشكل كويس ما حدش قال له تعالى نعدلك العقد بتاعك نزودلك العقد بتاعك يعني فهو ولد صغير لسه بدء حياته اكيد عايز استقر اكيد عايز يبقى يعمل اسرة وحاجات كتيرة جدا 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 طيب ما حدش قاعد الكلام ده وما حدش تكلم معايا وما حدش داله اي عروض طيب الولد خلص خد قرار انه هو هيروح على بيرمتس معقول التأدير والاحترام لها دي زمالك طب ما ينفعش انه هو يتقلو او يعني يتسوق صورته قدام الناس يعني نوصل للناس او نوصل للإعلام انا عندي تحفظ كبير جدا على فكرة المزايدات لكسب الود وكسب اللايكات والتسقيف الجماهيري يعني لازم يكون عندنا او السوشال ميديا والكلام ده يعني خلاص كفاية يعني كفاية ان البعض ممكن يكون عايز يباين ان هو بيحب الزمالك قوي فيزايد على فاروق او يحب النادي الاهلي قوي فيزايد على نادر او يحب مش عارف ايه قوي فيزايد على فلان يعني معرفش ليه الناس مصممة ان هي تكسب ارضية معينة او تحت شعار معين بالمزايدات على الناس لو قلت نفس النوقف كان لأحمد لأ لكل بص يعني انا مش هدخ لأحمد بقى في كل تفاصيل لا انا ازلي بس هي انا ازلي في الوقت انت ممكن التفكير كان مختلف لا انا ازلي على ايه احمد راح على منطقة ممكن تكون بعيد تماما عن اي يعني كلام في مصر لا لا انا ازلي على انا ازلي ده من ناحية الانسانية بالنسبة ليوسف من ناحية الاحترافية طب ما هو الولد ملتزم جدا وبيتمرن وموجود واخد منه الاقصى حاجة عنده لاخر ماتش يعني مش معهولة عشان يوسف راح وقع مع نادي تاني معنا كده مش هيديني بالعكس هيديني فمن ناحية الانسانية اللي حياندي تحفظ ومن ناحية الاحترافية كمان عند تحفظ طب في موقف مشابه مسلا اللي ابنك يعني صيف فاروق عفر معه البعض هيقول لك معصيفة هو مضى نادي الزمالك وكان برضو نفس الموقف بتاعي يوسف بس هو موقع هذه النقطة كبت أنا بكلم على أولاد نادي الزمالك يعني الفكرة مش أنا بكلم ده ابن الزمالك وده ابن الزمالك ده ابوه نجمي خد بالك اللي عرفه النسيف التعاقب بتاعه قبل كده هنتعاقد كويس يعني العقد بتاعه التعاقب بتاعه من قبله كان كويس يعني كان مناسب جدا لسنه مناسب جدا لوضعه بل بالعكس كان من أفضل التعاقبات أو من أفضل الفئات اللي تعاقد فيها طب خانيني هروح للنقطة تانية وده ما ترادت داخل نادي الزمالك إن بسبب الموقف بتاعي يوسف إن كابتن أسامة في الفترة اللي جاء من خلال تاواجده في نادي الزمالك مش هيبقى موجود في أي منصب ده 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 ايه ده تصريح يعني لا ده ترادت داخلات زمالك إن كابتن أسامة مش هيبقى موجود في أي منصب بقى موجود سأبقى مدرب مدير القورة أي أن كان يعني طبعا أنا برضو متحفز جدا لإن في الآخر في الآخر في الآخر أسامة نبيه وأسامة نبيه ويوسف أسامة يعني ما نفعش إنك أنت لو فرضا يعني مثلا أسامة نبيه هو مدرب الفريق وخسر وأنه تعاقد معي هينه تعاقد مع يوسف كمان يعني مش وقعي يعني بقى محبش مزايدات كفاروق الحقيقة يعني الكلام ده الكلام اللي هو يعني زي ما قلتلك كده بيلم بقى لايك بقى وإنت بطع على السوشال ميديا الحقيقة لازم يكون عندنا نوع من أنواع الوقعية وفي نفس الوقت نوع من أنواع المبادئ والقيم والتأدير الناس يعني من غير ما يعني ناخد زي ما قلتلك لايك من السوشال ميديا لأن السوشال ميديا مش هي الوقع يعني هو ده عالم افتراضي ما نفعش إننا ما اخدش قرارات بناء على عزابي بناء على ده وفي الأول لآخر أسامة نبي ده تربى في النادي وسواء ردينا أو مرضناش فهو واحد من اللجوم اللي تربت في النادي واللي كذبت وطرعت مع النادي وأسامة ده ويوسف ده أنا كنت بشوف هو صغير وعنده 11 سنة أو 12 سنة في نت زمالك هيفضل كده يعني حتى لو فردا بعض الناس بياخدوا قراراتهم أو بياخدوا الردود أفعالهم طبقا للسوشال ميديا الحقيقة أنا طب إنت شايف قابت رد فعل الجماهير بعيد عن بقى شكل أنا جماهير جماهير سوشال ميديا لا جماهير نت زمالك حقيقية لموقف يوسف سمن به أنا ما أظنش يعني جماهير السوشال ميديا هتروح على الحاجات الناجاتف دايما وجماهير الحقيقية ما أظنش أنها تروح على هتقول ما حصلش القعدة معايا حصلش قعدة العرضة مش مناسب عادي يعني عادي على فكرة عادي يعني العرض لو هو عرض في نادي مثلا معين 4-5 أرعاف وهو عرض عرض مثلا 1000 جنيه وبرة 5000 جنيه اللي هو جماعي أنا آسف جدا 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 أنا بحب النادي جدا جدا وأنا كنت أتمنى أكون موجود في النهاية دي بس بالتالي أنا جالي عرض تاني ممكن يكون أفضل لمستقبلي المادي في أي المشكلة يوسف ممكن يرجع تاني يا زمالك يرجع ليه لا قال ليه لا ليه يعني هو ما عملش حاجة مشينة